أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا نتكلم عنه شوية ودي برضو واحدة من القطوات اللي في هذه المباراة أحمد نبيل كوكا متقلق جدا مع المنتخب الأوليمبي روي فيتوريا أصلا كان حط عينه عليه أنه يبقى موجود مع المنتخب الأول لما ما كانش بيشارك فبطبيعة الحال مش هيبقى موجود مع المنتخب الراجل فيتوريا لما صدق أن أحمد نبيل كوكا بقى يشارك بس أحمد نبيل كوكا بقى يشارك على حسام مين بقى يشارك على حساب مران عطية اللي هو كان واحد من أهم أهم لعب النادي الأهلي الموسم الماضي ده معناه إيه؟ معناه إنه مرس الكولر مش قاعد بيتفرج يعني مش قاعد بيتفرج يعني أنا عندي مران عطية الناس كلها بتقول إنه اللاعب ده ملوش بديل في النادي الأهلي اللاعب رقم 6 بيطلع بالكولر بشكل كويس بيشوف الملعب بشكل كويس تدخلاته زكية تفاصيل كتيرة كانت عند مران عطية الموسم الماضي وكلنا كنا بنقول مين يلعب الدول بتاع مران عطية ده في النادي الأهلي فالراجل بدأ يدي أحمد نبيل كوكا دي تاني مباراة ياخد أحمد نبيل كوكا في هذا الموسم بدلا من مران عطية هل ده معناه مران عطية يعني مش في حسابات مرس كولر لا هو عايز بس التدوير اللي بيحصل في الفرقة كلها في فرقة النادي الأهلي يطول كمان مران عطية فبدأ إيجاهز لعب لعب مهم جدا زي كوكا إنه يبقى موجود فيه التشكيلة عايزة وديكم الجولي التاني اللي جابوا النادي الأهلي النهاردة وشوفوا التمريرة بتاعة أحمد نبيل كوكا قد إيه تمريرة مميزة وساكية وفيها مهارات كبيرة جدا عدونا يا جماعة الهدف التاني عشان تشوف إنه اللاعب عنده إمكانات بجانب التدخلات القوية كلعب رقم 6 إنه إزاي بيعرف يغطي الملعب عرضي ويعرف إزاي يدي تمريرات طولية بشكل زكي وفكرة إنه كمان لعب أشوال في نص الملعب دي الأهلي ما عندهش لقيم نص الملعب أشوال من فترة طويلة بص بص التمريرة خليك على البطيئ بقى بص التمريرة ضرب بيها كم خط وزكاء طبعا حسين الشحات تحركوه عظيم كمل الكورة طبعا تحرك حسين الشحات تحرك عظيم جدا مميز جدا بس التمريرة هي اللي أجمل بصراحة يعني أحيانا التمريرة أو الأسست بيبقى أجمل من الهدف فأستحكى أحمد أبيلكوك أنه يبقى موجود بصراحة في منتخب مصر الأول خد بالك إن فيتوريا يحب اللعبين الشباب فهو دول الوقت عايز ينزل بمعدة الأعمار ممكن تقول لي فيه لعيبة تانية في الدوري مميزين كممكن ياخد واحد منهم طبعا وانا لشين مثلا لعب مميز جدا جدا غنام عامة شغلة حلوة جدا كمان بس هو الراجل بيبص على إنه يبقى في المنتخب كمان أجيال مختلفة من الأعمار عشان يفضل طول الوقت فيه تجديد للدماء